تشجيعاً لريادة وتنمية سوق الأعمال الكويتي وقع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع صباح اليوم مذكرة اتفاق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الاختراعات والاكتشافات الجديدة التي تساهم في رفعة البلد وتركزت بنود مذكرة التعاون حول وضع استراتيجية جديدة لتطوير ريادة الأعمال بمفهومها الحديث داخل السوق المحلي الكويتية لمواكبة التطورات العالمية واحتضان كافة المبدعين في مختلف المجالات ومنحهم الفرصة والترويج لأعمالهم داخل وخارج الكويت نعم بمشاركتهم اليوم مو كمزود خدمات أو احنا مزودين خدمات ولكن شراكة فعلية استراتيجية بين الجهتين لتنفيذ ما يحتاج السوق المحلي من تطوير وتنويع للاقتصاد ومصادر الدخل وإيجاد احتضان المبدعين وإيجاد الطريقة اللازمة لهم لإنشاء أعمالهم وشلون الاستدامتها والترويج لها داخل الكويت وخارجها إلى آخرين ترجمة نانسي قنقر